ما زلنا نعيش أجواء نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية اللي فاز به النادي الأهلي في موراة رائعة على نادي زمالك لعب فيها نادي زمالك وفاز فيها النادي الأهلي أما من ناحية التنظيمية ومن ناحية التنصقية ومن ناحية أرضية الملعب والملعب والجماهير كانت بسم الله ما شاء الله حاجة ولا أروع ولا أجمل على الكابتن أحمد شبير اللي بقوله ألف سلامة كانت عرب كده يعني جرحة كده في القورة كده على الخفيف يعني النهاردة وأنا قابلته في المطار ويعني طمنت عليه والنهاردة برضو حاجة من الحاجات الجميلة نهاردة قابلت الفنان والهضب عمر دياب والنجم أحمد حلمي وبعض النجوم اللي كانوا موجودين في الحدث الكبير ده ده بيخلينا نقول إيه ويمكن السؤال ده سألته للصديق العزيز والزميل العزيز والعالمي أحمد حشان ميدو في البرنامج برح من خلال السكايب اللي كان عامله معنا من المملكة العربية السعودية عن إحنا نقدر ننظم حدث زي ده نقدر ننظم بس أكيد في بعض الأمور اللي لازم يعني نقدر نفكر فيها إزاي يبقى عندنا هذا المنتج المهم جدا بالقمة التسويقية دي نقدر نشتغل عليه من ناحية التسويق بسم الله ما شاء الله وعندنا الشركة المتحدة الرياضية بسم الله ما شاء الله عاملة يعني شغل جامع جدا مع كل الأندهية المصرية عندنا بسم الله ما شاء الله حدث على حرج النقل للتلفزيون والقناة الناقلة للدور العام المصري والنقلة لكل المناسبات الرياضية في مصر على أعلى مستوى بالتالي لو فكرنا وزي ما اتكلمنا امبرح مع ضيوفي الكرام كابتن دي السيد وكابتن خالد جلال والنهاردة برضو ممكن نطرح السؤال ده على كابتن محمد صلاح قلنا إيه؟ لو أنت على سبيل المثال بعد البنية التحتية الكبيرة والمشاقات الرياضية الكبيرة في العاصمة الإدارية منها المدينة الرياضية الكبيرة في العاصمة الرياضية والتوجهات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي اللي النهاردة بشكره على تكريم يوم الشهيد الشهيد هو اللي ضح بالغالي والنفيس علشان احنا نعيش على مر العصور وعلى مر الزمان المصري الشهيد المصري اللي بنقوله يعني انت في الجنة وانت لك قيمة وقامة كبيرة جدا ودايما انت مش هتتنسي لانك انت حققت معادلة صعبة جدا عشان ناس كتير بعديك تعيش كل التحية للشهيد النهاردة في طبعا الندوة التسقفية اللي قامتها القوات المسلحة كان وجود السيد الرئيس وكان في حوار ودي يعني انا كنت قاعد وكان في بعض الفترات قاعدت ببكي الحاجات دي بيتشديني من جوايا انك كده بشوف اسر الشهيد ابو شهيد ام شهيد زوجته بنته ابنه ولاده الصغيرين وربنا يعني يربط على قلبهم عندهم يعني يعني ثقة عندهم عزة عندهم فخر انهم فعلا ادروا يقدموا حاجة للوطن الغالي وطن غالي 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 واحنا عايشين في خيره وعايشين في خير الوطن ده ودولة فيها الامن والامان زي تبقى احسن دولة في العالم النهاردة اكيد في بعض المواقف المؤسرة لكن كمان اللي استوقفني كمان هو المقابلة الجميلة واللي فيها يعني رخابة كبيرة جدا من السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي لكل الأسر وقف معهم كل واحد يقف معاه ويتكلمه وكان هو كمان سيدة الرئيس اللي كان بيبادر ويتكلم مع الناس ويسأل ده ويسأل محتاج حاجة يعني اكيد طبعا الصوت ما كانش واصل لكن لغة الاشارة ولغة الاجهزة كان بتبقى باينة انه اهتمام غير عادي بأسر الشهداء تسعة مارس هو يوم الشهيد تحية للشهيد لانه قدم روحه في ده لوطن الغالي تحية مصر تحية مصر تحية مصر ده بس يعني خلقت شوية عن السياق لكن احنا كبرامج رياضية او احنا كاعلام ما بنفصلش عن الواقع اللي احنا بنعيش فيه كمان طبعا يعني احنا دخلين على شهر رمضان الكريم كل سنة والامة الاسلامية كل سنة ومصنلة الغالية باسم قناة المحور ادارة ورئيس قناة وزملاء ومقدم برامج الرومنتادة النجوم احمد حسان ميدو محمد بركات محمد عباس والمخرجين والمعدين والزملاء المصورين وكل الناس اللي شغلين في قناة المحور بنقول لكل مصري وكل الامة الاسلامية كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم ويعود عليكم يا رب الايام بالخير واليوم والبركات هرجع تاني للمباراة وزي ما كنت توقفت عند جزئية هي البنية التحتية الكبيرة في المعاصمة الادارية طبعا والمدينة الرياضية اعتقد ان دي هيبقى حدث ولا ارواح حتى لو انت اوكلت الموضوع لاحد الجهات الخارجية يا مثلا لو هيئة الترفيه على سبيل المثال مثلا عايزة تعمل ليالي مصرية وهم جهة سعودية للا تفضل ليالي اماراتية على ارض مصرية قطرية على ارض مصرية القصة في الموضوع ده مش القصة انك انت بتدي المنتج لحد تاني انت لا انت بترعى المنتج وتكبر المنتج لان المنتج ده اسمه كبير جدا اقدم مصاد في مصر هي كأس مصر دخلت تقريبا مئة سنة يا جماعة او اول شوية حاجة من الحاجات اللي اول بطولة واول الكأس السلطاني الاول ثم تطور اسمها الى كأس مصر ثم كان في وجود الملك كان اليور بتاع الملك ثم في بعض الثورة والرقصاء ممثل رئيس الجمهورية اليور الخاص بالسيد الرئيس بيبقى حاضر بيبقى لها بروتوكولات خاصة لكن نسخة نجحة نجحة نسخة مميزة مميزة على اعلى مستوى حضور جماهيري ممتاز جدا تخيل لو الملعب الاول بارك بمدينة رياض كمثلا مساحته مثلا او ساعته انا اسف بتسع مثلا نقول تسين الف كتات الام موجودين بتسعمائة الف كتات الام موجودين لان بسم الله ما شاء الله المصريين المغتربين والمتوجدين في دول مجلس التعاون الخليجي حدس ولا حرج ناس شطرين مكفحين متغربين اكيد كان ده بالنسبة لهم هتبقى حاجة طرفهية حاجة جميلة جدا اللي منهم اهلاو اللي منهم زملكا واللي منهم مصري خالص مئة في المئة اعجي تتفرج عن نجوم اللي بسم الله ما شاء الله اللي كانوا موجودين على ارض الواقع من ناحية الفنية اكيد هيبقى فيه اسئلة لكابتن محمد صلاح لكن من الشكل العام حاجة تفرج حاجة مميزة جدا حاجة اسعدتنا نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان تكون كل المناسبات الرياضية كل المناسبات الرياضية لان وجود الجماهير في الملعب خليها لشكلتين خالص الاهتمام الاخراج التلفزيوني الاهتمام بكل التفاصيل وعدق التفاصيل اللي كانت موجودة في نهاية كاس مصر 22-23 كانت حاجة على اعلى مستوى شكر كل الشكر المملكة العربية السعودية خادم الحرماني الشريفين سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان رئيس هاية الترفيئة المشهر تركي الشيخ كل القائمين على هذا الحسب نشكرهم شكرا جزيلا